تتضمن رخصة السياق بالتنقيط 24 نقطة يتم السحبها تدريجياً مع كل مخالفة يرتكبها حاملها كما يتم إخضاع المخالف إلى غرامة جزافية وعقوبات جزائية حسب طبيعة المخالفات في نظر القانون الجديد وفي انتظار تعميمها على المستوى الوطني سيتم الاعتماد على رخص القديمة والبطاقية الوطنية لرخص السياق التي هي في طور الإنجاز على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتتضمن رخصة السياق بالتنقيط البيومترية شريحة تحتوي على تطبيق يسمح باستعمال نظام التنقيط بطريقة إلكترونية وألية وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع غرامات المخالفات ما بين 2000 و 6000 دينار في حين سيكون سحب رخصة السياق لعشرة أيام كحد أقصى كون الإجراءات الجديدة تعتمد على مبدأ سحب النقاط مع فرض غرامة وفي حال خسرت النقاط الـ 24 فإن السائقين مجبرين على إعادة مسابقة السياق من جديد مع تعليق للقيادة لفترة لا تقل عن 6 أشهر وفي نفس الإجراءات الجديدة غرامات مالية ما بين 2000 و 2500 دينار على المخالفات أثناء وجود خلل في الإنار والإشارة بينما تفرض نفس الغرامة في حال تسجيل مخالفة عدم تقديم وثائق المركبة بما فيها رخصة السياق الخاصة بالمركبة المعنية واستخدام جهاز مركبة غير مطابق والتي يترتب عنها أيضا سحب الرخصة